مشاهدين الكرام أسعد الله وقاتكم بكل خير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ديوان الصحافة كعادتنا في برنامج ديوان الصحافة مشاهدين الكرام نتناول أبرز أخبار صحفنا المحلية الصادرة ليوم الثلاثة اليوم يعني صحفنا المحلية مشاهدين الكرام كانت مليئة بالأخبار المتنوعة والمتفاوتة من صحيفة إلى صحيفة أخرى وإن كان طبعا هناك منشط تغريبا استحوذ على اهتمامات كثير من صحفنا المحلية ويتعلق طبعا بالتصريحات اللي أدل بها الشيخ أحمد الفهد اليوم في المؤتمر وقال كلام يعني أعتقد يوضع تحته خطين وكانت رسالة موجهة الشيخ أحمد الفهد قال موتوا قهر ما فيه رئيس وزراء إلا الشيخ ناصر المحمد وهذه رسالة لمن يهاجم الحكومة ويقول بأن هناك رأسين لهذه الحكومة الشيخ أحمد الفهد وجه كلامه واعتقد أن من يعني يقرأ هذا الصحف اليوم يعرف أن هذا الكلام وجه الشيخ أحمد الفهد لفئة معينة من نواب مجلس الأمة اللي دائما ما كانوا يرددون بأن الحكومة هناك رأسين في الحكومة ويريدون أن يعني يضربوا بين الشيخ رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبين الشيخ أحمد الفهد لأن بترديد هذا الكلام معناته أنت قاعد تجلق ويرات بين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبين نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد فعلا لا يوجد في الكويت إلا رئيس وزراء واحد وهو سمو الشيخ ناصر المحمد اللي يحظى بثقة سمو الأمير حفظه الله وبالتالي ترديد بعض العبارات أعتقد يعني الهدف منها هو يعني ضرب دق السفين بين سمو الشيخ ناصر محمد والشيخ عامل فهد عموما مشاهدي الكرام كانت تصريحات الشيخ عامل فهد رسالة بالغة وكانت يعني الهدف منها أن تصل لمن يردد هذا الكلام وبالتالي أغلب صحفنا المحلية الصادر اليوم ركزت على هذا العنوان وركزت على هذا التصريح بالذات رغم أن الشيخ عامل فهد اليوم تطرق إلى أمور كثيرة يعني منظومة الأمور تطرق لشيخ أحمد الفهد بأن الخطة السنوية مرسود لها 5 مليارات دينار صرف لحد الآن 900 مليون دينار 5 مليارات لـ 855 مشروع صرف لحد الآن 900 مليون دينار وتوقع أن خلال الربع الثالث والرابع الأخير من السنة أن إن شاء الله تصرف بقية المبالغ على مشاريع ضخمة جدا هذا مشاهدين الكرام لسنة واحدة فقط وبالتالي يبدو أن الحكومة جادة جدا في موضوع الخطة وحتى اجتماع مجلس الوزراء بالأمس ناقش موضوع الخطة وآلية التنفيذ وآلية معاقبة من يتراخى من المسؤولين من تنفيذ الخطة وبالتالي هناك تناقم حكومي بين جميع الوزراء ولديهم خطة مرسومة لتنفيذ الخطة ننتظر وبإذن الله أن الأمور ستكون إلى الأحسن وهذا ما نتوقعه بحكومة نشطة فيها وزراء يعني يجب أن لا نبخز حقهم هذا مشاهدين الكرام موضوع اليوم اهتمت به صحفنا المحلية الصادرة اليوم مثل هذا هناك مواضيع أخرى كذلك اهتمت بها صحفنا المحلية لا زال طبعا تدعيات دائما لجامج سيوم تستحوذ على اهتمامات صحفنا المحلية اليوم لجنة حقوق الإنسان صار هناك لغط حول يعني بعد أن تم تزكية النائب في صرد ويسان رئيسا للجنة حقوق الإنسان كان هناك لغط حول هذا الموضوع النائب وليد الطبطوائي اتهم اللجنة بأن يعني لم ينتظر وصول النائب وليد الطبطوائي وتالي قدم شكوى لرئيس مجلسومة حول هذه الانتخابات التي تمت اليوم النائب عدن عبد صمت قال بأن اللجنة انتظرت طويلا النائب وليد الطبطوائي لكنه لم يحضر وكان يهدف إلى العمل تخريبي وبالتالي هذا الموضوع كذلك مشاهدين الكرام اهتمت بها صحفنا المحلية يعني موضع كثيرة مشاهدين الكرام متنوعة متفاوتة اليوم يعني طلعتنا بها صحفنا المحلية الصادرة اليوم الثلاثة لكن مثل ما ذكرت لكم يمكن الموضوع أو موضوعين أساسيين اليوم كان هو طبعا انفراد لأغلب صحفنا المحلية ومنشيتات رئيسية خلنذهب مشاهدين الكرام مباشرة لصحفنا المحلية ونشوف صدر صفحاتها الصادرة اليوم الثلاثة ونبدأ كالعادة بصحيفة الشاهد ونشوف عنوانها الرئيسي اللي اليوم تغريبا لا يختلف عن بقية صحفنا المحلية اللي يتعلق في تصريحات الشيخ أحمد الفهد خلنشوف مشاهدين الكرام الشاهد ونشوف تصريحات الشيخ أحمد الفهد الفهد موتوا قهر ما في رئيس للوزراء غير المحمد هذه مشاهدين الكرام تصريحات الشيخ أحمد الفهد صرف تسعمية مليون من أصل خمسة مليارات مرصودة لإنجاز 855 مشروعا زيادة أعداد الحجاج الكويتين إلى 14 ألفا إضافة إلى 1250 بدون عنوان آخر نافيا صحت ما أعلنه صالح الملة الديوان الأميري لانية لشراء طائرات طائرتين شحن بسبب رفض كنيسة انسحاب أربعة من جلسة البلد ملفاتها تفتع قريبا ونواب جهزوا بيانات عقود أملاك الدولة والتأجير من الباطن تحويل شويخ الصناعية والريء إلى مناطق سكنية عنوان آخر انتقد تناقض مواقف الحكومة إذا تمويل المشاريع الحربش عندنا حكومتان الأولى للفهد والثانية للشمالي حوار سريع دار بينهما أمام المجلس بحضور رئيس اتحاد الصيادين البراك حكومتنا يدعمها بمشعل ميثير بعصبية رحزين وعنوان آخر في أماكن مخصصة للشرب وبموافقة التجارة الخمر مسموح للأجانب في فنادغ الخمس نجوم السعدون غير صحيح ما قيل عن معارضة للبراك المويزري الخميس نستمع إلى شرطة التسجيل للإيرانيين وعنوان آخر في صحيفة الشاهد كرسي حقوق الإنسان آثار حربا بين النائبين الطبطبائي رشح الدويسان لرئاسة اللجنة إنه عمل تخريبي عبدالصمد انتظرناه طويلا وادعى أنه كان في الحمام انتقوا المشاهدين إلى صحيفة القبس ونشوف أبرز عنوين صحيفة القبس وليتناول موضوع اجتماع مجلس الجراء ولا زالت القبس مركزة على موضوع انتخابات اللجان ومدار وكما تشير القبس منذ تقريبا فترة بأن بعض الوزراء لم يلتزموا بتعليمات مجلس الوزراء بخصوص التصويت للجان محددة هذا الخبر موجود في القبس ولا زال القبس موجود هذا الخبر وأن الخبر يقول كذلك بأن مجلس الوزراء ناقش عدم التزام مجاميع الوزراء في انتخابات اللجان خلنشوف القبس ليوم الثلاثة مجلس الوزراء مجاميع لم تلتزم بانتخابات اللجان أحمد الفهد لا كيكة وزحة وفي البلد مؤسسات رقابية تجاذبات متشعبة وهايد بارك في مجلس الأمة اليوم الغانم يسأل لعفاسي عن مذكرة الفلاح حقوق الإنسان على خط الخلافات النيابية النيابية الزلزلة مناقشة تجريم قسل الأموال خلال أسبوعين أربع أعضاء انسحبوا من الجلسة احتجاجا البلدي يرفض تخصيص موقع لكنيسة الروم الكاثولوكية رأس واحد للحكومة موتوا قهر أنفاق 14 بالإمية وعنوان آخر الرئيس المري لا أحد يقبل توليها في ظل التجاوزات البصير يمدد مجلس الكويتية ستة أشهر السفير البريطاني يشيد بمجموعتي الخرافي والشايع والهارون يحذر الشركات المخالفة نذهب مشاهدينا إلى صحيفة الوطن ونشوف أبرز عنوينها ليوم الثلاثة وعنوانها يتعلق بتصريحات الشيخ أحمد الفهد أحمد الفهد لا رئيس إلا لمحمد وموتوا قهر نفى أن تكون الحكومة برأسين وسيظل الوزير المطيع وكلام مدعي غير ذلك ينطلق من أجندة سياسية بها باطل ثلاث محاور لخطة التنمية المشاريع القطاع الخاص التمويل الأصل في الخطة التعامل مع معطيات السوق والتمويل السثناء أنفقنا 900 مليون دينار من أصل 5 مليارات من ميزانية الخطة للعام الحالي أحمد باقر عضوا في المجلس على التخطيط والتنمية بدل من نايف الحجرف رواتب نوفمبر تتأخر ثلاثة أيام أنوان آخر السلطتان تناقشان الخطاب الأمير اليوم وجدل في لجنة حقوق الإنسان بعد تزكية دويسان رئيسا في غياب الطبطبائي ضوء أخضر للوزراء تصدوا للنواب الداخلية والدفاع تسحب تقريرها عن الإيرانيين لعادة الصياغة توجه حكوم ليحالة تجاوزات الإعلام للنيابة لوئد الاستجواب تنفيع قريب لنائب محور جديد في استجواب التنمية لوزيرة التربية القلاف لوزير الداخلية لماذا لم تضموا استخدام الرصاصة في تقرير سكوب وعنوان أخير في الوطن غير ملتزمة بجداول تنفيذ المشاريع مصروفات جهات حكومية أعلى من ميزانياتها المعتمدة نذهب مشاهدين صحيفة الأنباء ونشوف أبرز عنوين الأنباء ليوم الثلاثة توميل مدعوم للمشاريع الإسكانية هذا مشاهدين هو عنوان صحيفة الأنباء بتأييد وموافقة جميع الأطراف في مجلس الوزراء إلى جانب مناقشة اختراح المركزي والمالية إعفاء القياديين المقصرين في إنجاح خطف تنمية واجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والأعلى التخطيط الخميس حول حقوق التعليم والعلاج للبدون الأمير تلقى دعوة لزيارة بوتان وتسلم وراق احتمال خمسة سفراء الفهد ردا على المشككين ما في رئيس لناصر المحمد وموت قهر سأظل الوزير المطيع والمتضامن كما كنت في حكومة الشيخ صباح الأحمد والتميل المدعوم ليس بدعة السعودية تحدد خمسة عشر ألف ومئتين وخمسين حاجة من الكويت هذا العام الطرود تتسبب في رباك المطار بعد تشديد الإجراءات الأمنية العويش الأنباء اللوحات الجديدة على عنوان السكن وانتهاء إزمة الدفاتر الخالد يغير اسم الدوريات إلى النجدة وعنوان أخير في صحيفة الأنباء السفير البريطاني يؤكد أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى واحتفالات الكويت للخمسين لاستقلال الكويت عن بريطانيا ستكون فريدة وبدأنا بإصدار تأشيرات لعشر سنوات ولا نستغرق سوى 24 و 48 ساعة نذهب إلى صحيفة الراي مشاهدين العزاء ونشوف عنوانها اللي التعلق كذلك بتصريحات الشيخ أحمد الفهد نشوف الراي اليوم الثلاثة الفهد لا رئيس وزراء غير الشيخ ناصر المحمد وموته قهر البراك نخشى على مليارات التنمية أن تذهب كما المليارات الخمسة التي نهبت أيام الغزو عفن في وجبات التربية وعنوان آخر ناصر محمد للحريري الأمير يعتبرك ابنه الاستماع للتسجيلات على خلفية شكوى اليوسف الأمميزي سيطلب سحب التغريف في قضية الوافدين الإيرانيين الفرح إجراءات المطار الأمنية كفيلة برد أي محاولة إرهابية أخيرا فرضت الصليبية أفطرت فواكه وخضروات باي باي قريبا تبرت لشويخ نذهب إلى صحيفة النهار مشاهدين العزاء ونشوف عنوينها اللي تعلق بتصريحات الشيخ أحمد الفهد النهار ماكو رئيس غير المحمد موتوا قهر البد في توميل خطة التنمية بعد العيد وملتزمون بما يقدمه وزير المالية ومحافظة البنك المركزي ما في كيك يوزع أحمد الفهد ومن يرد أن يقرد خارج السرب فليقادر نتطلع لتحقيق أربع مليارات دينار كإيرادات غير نفطية في 2014 مجلس الوزراء تكليف القانونية الوزيرية تقديم مقترح يضمن تطبيق خطة التنمية ومحاسبة المقصرين من المسؤولين وعنوان آخر حقوق الإنسان زكت دويسان رئيسا والسعدون ينفي خلافه مع البراك عبد الصمد سلوك الطبطبائي تخريبي التجارة سنحيل إلى النيابة 513 شركة تأخرت على إعلان بياناتها والكويت تدعو إلى اقتناء مبادرة خادم الحرمين وأخيرا تأخر وزارة الكهرباب يمدد مناقصة تحديث الزور الجنوبية